يتواصل توافد المواطنين على حديقة الأسماك بجزيرة الزمالك في ثاني أيام عيد الفطر المبارك وتعد هذه الحديقة أحد أهم المقاصد الترفيهية في الأعياد والمناسبات لما تحتوي أيضاً على أنشطة مختلفة من ملاهي وأماكن للأطفال مناظر خلابة وأشجار وأسماك متنوعة بألوان جذابة تجدها بحديقة الأسماك بجزيرة الزمالك التي تعد أحد أهم المقاصد الترفيهية في الأعياد والمناسبات لما تحتويه أيضاً على أنشطة مختلفة من ملاهي وأماكن للأطفال مصر ما شاء الله جميلة فيها يعني من أحطان نخرج فين ولا فين ولا فين مصر جميلة مصر أحلى بلد في الدين دي كلها والله بجد أكيد كل عيد بيختلف عن العيد اللي قبله وفيه طبعاً أماكن معينة بيبقى الواحد لها معزة خاصة وذكريات طبعاً بيبقى مهما يروح مرة واثنين أو ثلاثة بيبقى برضو عنده استعداد يروح تاني والله أقدر أقول لحضرتك أنه ده من تسع سنين أول عيد أقضي في مصر وهو بالعيد فطبعاً اتفاجئتي بالأجواء جميلة جداً ما شاء الله ولليوم الثاني على التوالي بعيد الفطر المبارك استمر توافد المواطنون على الحضائق والمتنزهات ومنها حضيقة الأسماك ليستمتعوا بأوقاتهم مع عائلاتهم وأصدقائهم أحلى حضيقة صراحة فيها ورد كتير وفيها مكان للتصوير قبل نقضيها في الحضائق العامة يعني حضيقة الأسماك هنا عجبينة تغيير برضو الورد بتاعها مكانها مضيف بروح القلعة بروح الأرماط بروح كذا مكان يعني في مصر بيأجبنا كانت حضيقة الأسماك وشهرتها حضيقة الجبلاية التي تبلغ مساحتها ما يقرب من عشرة أفدنا مع مجموعة من الحضائق المجاورة قد أنشئت عام 1867 في عهد الخدوي إسماعيل كريم بيبرس التلفزيون المصري